لا يمكن المخاطرة بالحديث عن موضوع القدرات دون الحديث عن موضوع المخاطرة شوف السفن أمن ما تكون في الميناء ولكنها حقيقة لم تصنع لم تخلق لذلك صنعت لتجوب البحار صحيح أن المسألة فيها مخاطرة وفي عواصف لكن هذا المغزى وهذا الهدف من بناء السفينة كلنا عندنا إمكانات عندنا ملكات عندنا مواهب كل الكلام اللي تكلمنا عليه على مدار الحلقات السابقة إن لم نقم بالمخاطرة في الحياة حيكون عديم النفع وعديم القيمة هذا حيكون حديثنا اليوم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على البيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قدرة المخاطرة اختيارك أن تخرج من منطقة راحتك وهذا اختيار ومن أهم الاختيارات اللي ممكن تتخذها في حياتك يا عزيزي لأن كل إنسان في حياته في دائرة الراحة منطقة الراحة اللي بيخلينا محجوزين فيها دائما في دائرة أكبر منها دائرة المخاوف مخاوفنا بتخلينا محبوسين في منطقة راحة محددة ضيقة بسبب أنه أنا ما أبغى أواجه عندي خوف من الفشل خوف من الإخفاق خوف من الناس إيش هتقول علي البعض عنده حتى خوف من النجاح مخاوف 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 بتحدنا وبتحجمنا في منطقة راحة في اللحظة اللي نواجه فيها مخاوفنا راح نتعلم دروس جديدة عن الحياة عن أنفسنا عن المعارك حيكون عندنا إضاءات جديدة ودروس جديدة فهذه الدائرة الأشمل والأكبر دائرة التعلم وبهذا التعلم هو اللي حيكون بالنسبة لنا الوقود والوسيلة والطريقة نحو التطور ونحو التحول فإن كنا نريد التطور النمو التحول ما راح يتم إلا بتعلم والتعلم ما راح نكتسبه إلا بمواجهة المخاوف والمخاوف ما راح نحن نواجهها إلا إذا خاطرنا وخرجنا خارج منطقة راحتنا فقط أولئك الذين يخاطرون بالذهاب بعيدا يمكنهم أن يكتشفوا لأي مدى يمكن المرء أن يصل إليه هذولي اللي بيكتشفوا وسعهم وقدراتهم وإمكاناتهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في ناس وسعها قد كده ناس وسعها قد كده ناس وسعها قد كده حقيقة كيف راح تعرف وسعك حجمه ومقاسه وقدرتك إلا تضاعها حيزة الاختبار إلا تخاطر شوف مع مرور الأيام أزداد جرأة وأزداد مخاطرة في الحياة اللي حوليه بيقولوا أنت يسموها كده يقولون أنت مغامر أنت بعضهم يقول لك أنت زحف أنت طاحس أنت الريوس مفصول يعني ما عندك رجوع حقيقة الحياة إما مغامرة جريئة وإلا فلا من ضمن الكتب الجميلة في هذا السياق كان في كتاب ونا داخل على الحلقة هنا كتاب الجرأة بعظمة الجرأة بعظمة شجاعة الضعف وكيف يمكن أن نغير من طريقة حياتنا حبنا تربيتنا قيادتنا من الكتب الجميلة والرائعة الجرأة بعظمة إذا ما كنت جريء إيش معنى الحياة وإيش مغزى الحياة كتاب أيضاً The road less traveled الطريقة الأقل ارتياداً الدربة الأقل ارتياداً المسلك في الحياة الأقل ارتياداً في طرق مزدحمة والناس كلها بتروح في هذا الاتجاه وفي بعض الطرق في الحياة بتكون أقل ارتياداً هذه الطرق تحتاج إلى الشجاعة تحتاج للمخاطرة إنك أنت تخوضها وإنك أنت تقدم عليها من الكتب الرائع جداً أيضاً في موضوع حلقتنا اليوم لسوزان جيفرس Feel the fear and do it anyway اشعر بالخوف وافعلها على أي حال اشعر بالخوف وأقدم على أي حال استشعر الخوف وأقدم على ما تخاف تم ترجمة الكتاب باللغة العربية التقنيات فعالة لتحويل الخوف والتردد والغضب إلى قوة وفعل وحب تحويل الطاقة السلبية إلى فعل إيجابي كيف أحول هذا الخوف إلى فعل إيجابي يدفعني ترى على فكرة الفرق بين الشجاع والجبان ليس في غياب الخوف كلاهما يخاف لكن تعاملهم مع الخوف الجبان خوفوا بيحدوا ويردوا الشجاع خوفوا بيدفعوا ويخليه يتقدم في الحياة كتابة ما أظن أنه ترجم لكن برضو في هذا المعنى Uncertainty عدم اليقين Turning Fear and Doubt into Fuel for Brilliance تحويل الشك والخوف إلى وقود للإبداع إلى العبقرية كتاب يتكلم كيف أن الحياة الحقيقية خارج منطقة ارتياحنا في مكان عدم اليقين أسجل عندك جودة حياتك مرتبطة بمقدار عدم اليقين الذي تستطيع التعايش معه براحة أكرر جودة حياتك مرتبطة ارتباط وثيق بمقدار عدم اليقين الذي تستطيع التعايش معه براحة دون أن تفقد عقلك صحيح ندعو الناس أن تخرج خارج منطقة الراحة لكن في حد معين ليس إلى حد الجنون يخليك تفقد عقلك أنا أبغاك أن تكون مرتاح بس مش مرتاح لدرجة أنك أنت بيجيك جنان لكن بتحس أنه فيه هذا الأدرينالين بتحس أنه فيه هذه الطاقة هذه الدافعية كأنك راكب الرولر كوستر أو القطار اللي فيه الملاهي حاسس فيه أكشن حاسس فيه إثارة في حياتك أتمنى تكون وصلت للفكرة ما الخطوة الكبيرة التالية؟ سؤال دائما يراودني أعتبرك هاجس بالنسبة لي وأسأل نفسي مهما وصلت إلى نجاح إلى إنجاز يكون يرضيني في مرحلة وأحتفل بي لفترة ولكن دائما هذا السؤال يراودني ما التالي؟ ما الخطوة الكبيرة التالية؟ فكر باستمرار أنه يكون عندك في حياتك هدف جريء كبير مخيف هدف تقدمي بسعيك نحوه بتكون أنت إنسان أفضل إنه ليس ما تحصل عليه وإنما ما تصبح كإنسان في سعيك نحو تحقيق هذا الهدف كيف أنه سعيك نحو تحقيق أهداف كبيرة بيخليك تتحول بيخليك تتغير بيجعل منك نسخة أفضل من نفسك فأنا ما أركز على ما سأحصل عليه بقدر أي نوع من الناس سأكون بعد حصولي عليه كيف أنه سعي نحو هذا الهدف الكبير رح يغيرني فما الخطوة الكبيرة التالية ما أقنع مثلاً بمستوى معين وأقول خلاص على العكس هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ إن الواحد أنه هو يرفع مقاييسه بشكل مستمر عندي كورس بعنوان ارفع مقاييسك من جيد إلى عظيم بهمة فوق القمة يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس إن لي نفساً تواقع كلما وصلت لأمر تاقت لما هو أعلى منه فكرة رفع المقاييس هذه تطلب باستمرار مخاطرات جديدة إنك أنت ترفع الليفل تعلي المستوى ترفع مستوى التحدي بشكل دائم وبشكل مستمر لك ولمن حولك أيضاً ما يجب أن تعرفوا لزيادة قدرتك على المخاطرة أشياء باك تحطها في بالك شوف ممكن الفترة الحالية أنت بتواجه شيء خطير تحدي كبير خطوة أنت ستقدم عليها ولكنك متردد بسبب أنها خطوة كبيرة أنك أنت خايف شاعر بخطر أو بخوف يلوح في الأفق حاجة مهمة وإنت متردد فيها فاهم لأن أنا كنت في مكانك على الطرف الآخر من ناحية أخرى يمكن أنت لك فترة طويلة بتتجنب وبتتحاشى المخاطر وقاعد أنك أنت حابس نفسك في منطقة راحة يمكن لك فترة طويلة وأنك أنت من تعايش الحياة بملئها لأقصاها فبغضى النظر عن ظروفك سواء كنت كده أو كده سواء كان عندك مخاطر حالية وإنت متردد وخايف فيها أو سواء لك فترة وإنك أنت شاعر أنه ما في أي مخاطرة ما في أي مجازفات في الحياة وبتلعبها على الهادي وبتلعبها على الآمن كده أو كده تمنى تحط النقاط التالية في البال عشان تساعدك لزيادة قدرتك على المخاطرة واحد الواقع صديقك خلال أوقات المخاطرة العالية دورة من دوراتي الشهيرة بعنوان أطلق واكل خفية أتكلم فيها أنه من سمات الناس اللي بتطلق قدراتها وتطلق إمكاناتها أنه عندهم ثلاث صفات أول صفة من هذه الصفات الذكاء فالبعض كان يقول لي إيش يعني طب البعض عنده ذكاء فطري عنده آي كيو مرتفع أقول لا أتكلم على القدرات العقلية والآي كيو وصفي وتعريفي للذكاء اللي أنا أقصده لإطلاق القدرات القدرة على أن ترى الأمور كما هي وليس أسوأ مما هي عليه وتكون سلبي وليس أفضل مما هي عليه وتأخذ في نفسك مقلب القدرة على تشخيص الواقع بطريقة صحيحة بلا مبالغات وبلا إجحاف هذا من الذكاء من الأشياء المهمة وخطوات أولى مهمة إذا تغير في حياتك الذكاء أن ترى الأمور كما هي حسن التشخيص ورؤية الواقع فالواقع أفضل صديق لك خلال أوقات المخاطرة عالية صحيحة بعد كده نحتاج بعد الذكاء صفة ثانية واتكلم عنها في الدورة وأقول الشجاعة وأنه يكون عندك رؤية أن ترى هذا الواقع أفضل مما هو عليه صفة ثالثة الحسم أنك أنت تحول هذه الرؤية إلى واقع فإذا ذكاء أن ترى الأمور كما هي شجاعة أن تراها بأفضل مما هي عليه ومن ثم الحسم أن تحولها كما رأيتها بشجاعتك وأنك أنت تحولها إلى واقع تحتاج إلى إنسان أنه يكون حاسم لكن نقطة مهمة جدا في البداية الواقع صديقك أنك أنت ترى الأمور بطريقة بطريقة صحيحة الإلمان بالواقع الإلمان بالحقيقة يمكن هذا أصلا عنوان لكتاب من الكتب الشهيرة اللي شهروا بيل جيتس أنه كان مرة حاطت قائمة بكتب هو بيقرأها في الصيفية ودائما بيل جيتس بيشارك الكتب اللي هو في إجازة الصيف بيقضي وقت في العطلة أنه هو يقراها فدائما يضع القوائم هذه إذا أنت بتتابع حساباته في السوشيل ميديا بتتابع إشواء بيتكلم فدائما في بداية الإجازة الصيفية يقول لك قائمة كتب التي سأقرأها في خلال هذه العطلة فمن ضمنها كان واحد من الكتب الشهيرة واللي حقق مبيعات كبيرة واللي ساهم بتسويقه وكان وقتها بيل جيتس اسمه فاكتفولنس ترجم بعنوان الإلمام بالحقيقة الإلمام بالحقيقة عشرة أسباب تجعلنا مخطئين بشأن العالم وعلت كون الأمور أفضل مما تظن الإلمام بالحقيقة سيد الكريم أبغاك تخاطر لكن قبل لا تروح للمخاطرة أول حاجة لازم تشخص الواقع عندي كورس بعنوان حقق حلمك وعلى فكرة بنمنح فيه شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وكمان من جون ماكسول لأنه متوافق مع أحد مقررات جون ماكسول في عنوان put your dream to the test ضع حلمك حيز الاختبار أو اختبر حلمك واحد من ضمن الأسئلة العشر لاختبار الحلم سؤال الواقعية هل أستند في تحقيق حلمي على عوامل تقع ضمن سيطرتي وأشياء من ضمن واقعي فكيف حقيقة ننظر للواقع لما أنا بنقيم المخاطر بعض الأسئلة ممكن تدوي عندك بعض الأسئلة إذا تبتشوف قبل لا تقوم بالمخاطرات خليك واقعي مثلا من قام بذلك غيري مين عملها غيري جيب معلومات هل المخاطرة هذه اللي أنا بأقدم عليها سواها أحد قبل كده كم يمكن أن يسوء الوضع يا ترى إيش أسوأ حاجة ممكن توصل أو إنا تحصل كم يمكن أن يتحسن الوضع الناس بتفكر لو صار كده ولو صار كده ولو صار كده من سلبيات طيب لو صار كده ولو صار كده ولو صار كده من إيجابيات إيش ممكن يحصل هل يمكنني تجربته لأرى إن كان ملائما هل في تست أنا دائما أؤمن بحكاية التستسة أقول أخواننا المصريين اللي هو مرة واحد بيقول لي حنتستس قلت له إيشني تستس قال لي يعني نعمل تست فكرة تكرار التجارب أو التست أو الاختبارات تست 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 فهل ممكن تعمل تست تستس قبل لا تدخل في الواقع فعليا هل هناك مجال للخطأ قديش هذا المجال هل يقول الماضي نعم هل في ماضية أو ماضي غيري مثلا من فيكم لمن يقرأ في قصص الناجحين سير أعلام النبلاء قصص ناس أنجزت يعطي له نوع من الإلهام إنه مدام هو عملها إذن أنا أقدر أعملها أو أنت عملت أقبل كده لكل إنسان من تاريخ ماضي جميع ما يحتاج لإحداث تغييرات إيجابية فهل الماضي يقول نعم هل هناك ما يكفي من الزخم للنجاح أهمية موضوع الزخم والقوة الدافعة والعزم عملت لها حلقة كاملة في الموسم الماضي بعنوان قانون العزم وقوة الزخم مومنتم هل عندنا زخم للنجاح يخلينا نخوض هذه المخاطرة بقلب جامد هل أؤمن بنفسي هل أؤمن بفريقي أسئلة تساعدنا على تشخيص الواقع قبل أن نقدم على المخاطرة بعد السؤال مجموعة من الأسئلة لتشخيص الواقع وحنقرر إذا كانت هذه مخاطرة ذكية أم خطوة حمقاء بعد إجابتنا على الأسئلة اللي سبقيني أنا ذكرتها ممكن حنكون مهيئين نروح نعمل خطوة ثانية يجب أن تتعلم أن تصبح مرتاحا خارج منطقة راحتك حتعلم نفسك وحتروض نفسك وتهذب نفسك وتشذب نفسك إنك أنت تكون مرتاح عليناك مش مرتاح إنك أنت تكون مرتاح خارج منطقة راحتك أنا أقول لك حاجة كل حاجة كبيرة وتسوى في حياتي في البداية كان فيها قلق وتردد وخوف وفكر فيها أنت خطوات كبيرة يعني أتذكر مثلا أول مرة أطلع على المسرح للخطابة والإلقاء جاءتني اللي يسموها أم الركب كانت ركب تصقصك في بعضها من جدا أنا بتكلم حرفيا تجربة الأولى لازلت أتذكر لدرجة أن الركب صارت إنها هي ترتجف لدرجة أنه أنا صار منظري سخيف فبحاول أنه أنا أداري هذه الركب اللي قاعدة ترجف وتصقصك في بعض رحت خلف البوديوم على المنصة الخشبية كده ما سكها صارت زي الهزاز على الفايبريشن صارت فأتذكر الإحساس لأول مرة تتذكر مثلا أو يعني أنت ممكن تكون مريت بهذه التجربة أو على سبيل المثال أول اجتماع مجلس إدارة أول مرة في حياتي أخش حاجة اسمها اجتماع مجلس إدارة وكان بالنسبة لي فيها هيبة الزواج وتجربة الزواج مثلا البعض يكون هو متهيب في البداية وأنه هو تجربة جديدة بالنسبة له إنسان جديد كل حاجة جديدة كانت تسوى في البداية كان معها مخاوف فعوت نفسي خاصة بعد عدة مرات أنك أنت واجهت مواقف زي كده لازم تتعلم أنك أنت تتغلب على هذا الخوف وتتغلب على هذا القلق اللي ممكن بيراودك وبحاجة أنك أنت تتغير وتطور من عملية تعاملك مع الخوف شوف الخوف لا يوزال لأنه كمان تعالي أنا أقول لك حاجة تعالي لو أنت ما تخاف أخاف عليك لو أنت ما تخاف أخاف عليك الله سبحانه وتعالى ما يخلق شيء عبث كل حاجة بيخلقها لعلة ولغرض فشعور الخوف الله أوجده عندك وأنك تشعر فيه في جهازك العصبي لحكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها وهو مفيد بالنسبة لك تخيل إنسان ما عنده هذا الخوف تماما يعني تلاقيه داخل كده اللي هو متبلد الحس ترى هذا تخاف عليه لأنه ممكن يعمل مصائب ويعمل كوارث وما يميز تدحين الطفل ويقول لك أنه يبلغ الحلم وأنه هو يبدأ أنه يميز حتى يميز بين الجمر والتمر الطفل الصغير ما يميز بين الجمر والتمر فتلاقيه يروح وممكن يمسك جمرة ويحسبها تمرة ويحرق نفسه فما عنده هذا الشعور ما بيقدر يميز شعور الخوف بالنسبة لك هو نعمة وهدية من رب العالمين معناته إيش؟ إيش رسالة الخوف أصلا؟ أنه في شيء رح يحصل في المستقبل وإنت مش مستعد فالرسالة إذن استعد نرجع ونكمل كلامنا مرة ثانية لم يزال الخوف وإنما أروض تعلمت كيف أنه أنا أروض هذا الخوف عشان أقدر أواصل خوض المزيد من المخاطر فكيف العملية بتصير؟ أول حاجة تحديد الهوية مين أنا؟ فبس ألنفسي مين أنا؟ أنا شخص ذو قيمة يحاول القيام بشيء جدير بالمجهود أنا أبغاء أعمل حاجة تسوأ أبغاء أعمل حاجة كويسة الإجراء أنا إيش هسوي؟ أنه أنا حامل الشيء الصح بغض النظر عن المشاعر بغض النظر عن الأحاسيس راح أعمل الفعل أو الخطوات الصحيحة أنا حامل الإجراء الصح خلي مشاعرك على جنب أنت بتقدم على فعل الصحيح بالنسبة للعاطفة كيف سأتابع؟ سأسمح لأفعالي بتشكيل مشاعري بمعنى الأكشن اللي حسويه هو اللي حيشكل الإحساس وليس العكس أنه الإحساس هو اللي حيأدي للمشاعر أو الأفعال أو الخطوات اللي أنا أسويها بمعنى خلي أفعالي بإيجابيتها هي اللي تولد عندي مشاعر من الشجاعة والإيجابية ومشاعر حلوة أنا أبغاها فأفعالي هي اللي حتشكل مشاعري وليس العكس فاكتشافي في كل مرة تصرفت بيها بشجاعة أنه الموضوع بدل ما أستسلم لمشاعر الخوف على العكس تغلبت إرادتي على مخاوفي فالهاوي المبتدئين يعتقد أنه هو لازم يتغلب على خوفه عشان يبدأ بعدها يبدأ أنه ينطلق المحترف يعرف أنه عمرك ما تقدر تتغلب على الخوف أبدا فاشعر بالخوف وأقدم عليتي حال جب لإنسان بيخاف على منظره دائما وبيخاف على شكله قدام الناس دائما وأنا أقول لك حيفشل باستمرار أريني رجلا يخشى أن يبدو سيئا وسوف أريك رجلا يمكن هزيمته في كل مرة إذا أنت باستمرار عامل حساب لرأي الناس كلام الناس واش هيقوله الناس أنا أقول لك أنت باستمرار بتعرض نفسك للخسارة أو للفشل فهنا في رسالة بقولها لنفسي دائما لا تكثر من النظر للمرأة ويهمك آراء الناس وانتقاد الناس باستمرار لأنه في نهاية المطافة الموضوع هذا إذا قاعدت تعمل حساب لرأي الناس الآخرين ما راح تتحرك وما راح تنجز وما راح تعمل أي حاجة فلا أنظر للمرأة وإن كنت سأنظر للمرأة أذكر بعض الحكم والدروس اللي تعلمتها من كتاب لأحد دكاترة القيادة في جامعة هارفرد بروبرت كابلن عنوانه What to ask the person in the mirror ماذا تسأل الشخص الذي ترى في المرأة أسئلة حاسمة لكي تصبح قائداً أكثر فعالية وتصل إلى أقصى قدراتك فإذا كنت حسأل الشخص اللي في المرأة لازم أسأل أسئلة صح أو لا تسأل يا صاحبي لا تكثر من النظر في المرأة لأنه غالباً آراء الناس بتوديك يمين وإيسار وتشرقك وتغربك محبي الرياضة وممارسي الرياضة بيعرفوا أنه المسألة التنافسية هذا جزء من طبيعة ممارسة أي إنسان لأي نوع من الرياضات الطبيعة التنافسية فأتذكر هذا عن نفسي أنه أنا أحب دائماً الانتصار وهذا كمان جزء من طبيعة حياتي عموماً أنه أنا إنسان منافس للغاية أحب الفوز أحب الانتصار وبأشوفها حتى في الأولاد يعني مثلاً ولدي عبدالوهابي يحب التنافس دائماً ويزعل جداً 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 لمن يخسر فعلمت نفسي وببدأ أنه أنا أعلم المسألة هذه أنه لا تحصل خسائر بدلاً من ذلك أحصل دروس لا أحصل خسائر بدلاً من ذلك أحصل دروس في الأوقات اللي بننتصر فيها أوكي نعتبر هذا فوز في الأوقات اللي ما بنحقق مرادنا فيها واللي بنعتبره هزيمة ممكن الموضوع إذا فكرنا فيه بهذه الطريقة هندخل في مود سلبي وحيخلينا نخاف نحاول نخاطر مرة ثانية فأنا بدلاً من ذلك أحصل دروس اللي أنا تعلمتها عشان أرجع في المرة الثانية أقوى وبحاول أشتهد أنه أنا أعلم هذا الدرس في دوراتي في محاضراتي وبعلمه كمان لأبنائي أنه الأشياء اللي إحنا أنجزنا فيها ونجحنا ممتاز تعطينا دافعية ونطلع منها بدرس عشان نستمر في سلسلة النجاحات لكن لما ما نوصل لمبتغانة لازم أسأل نفسي ما الذي تعلمته ما الدرس اللي أنا خرج فيه من هذه التجربة عشان أرجع المرة الثانية أقوى أفضل أمارس عملي بشكل أذكى بشكل أحسن لازم أحصي الدروس إحصاء الدروس حيخليك متشجع أنك أنت تقدم مرة ثانية لكن إحصاء الخسائر حيوصلك لحالة من الضعف من الإحباط يمكن تخليك تمتنع عن المحاولة والتجربة والمخاطرة من جديد أركز على خوفي أقل وعلى أحلامي أكثر روبرت شولر واحد من المحاضرين التحفيزيين واللي سبق وإنه أنا استشهدت بأحد كتبه Tough times never last Tough people do أوقات الشدة لا تدوم ولكن الأشداء هم من يدومون وينتصرون ويستمرون له كتاب آخر جميل بعنوان Success is never ending Failure is never final النجاح لا ينتهي أبدا الهزيمة ليست أبدا نهائية عندك فرصة أنك ترجع مرة ثانية يقول فيها مقولة ستتحول من انتقالك خارجا لتعود داخلا عندما تبدأ بالحلم مجددا بعبارة أخرى وبمعنى آخر لما تبدأ تركز على أحلامك قلبك حينخرط ويرجع يشتغل ويدخل في الموضوع بنسبة 100% أكثر المشاعر حتبدأ أنها تنخرط أكثر فإنت بدل ما أنك تتخلي تركيزك خارجي ارتبط بحلمك ارتبط بقلبك مرة ثانية فهذا بيرجع حياتك طاقتك ويعطيك الجرأة على الإقدام من جديد وإن تعلمت أنك تكون مرتاح خارج منطقة ارتياحك نذهب للخطوة الثالثة القيادة الجيدة القيادة الجيدة تمنحك فرصة أكبر للنجاح الموسم الماضي في قوانين القيادة تكلمت على قانون مهم جدا قانون السقف وقانون الغطاء وقلت أنه قدراتك القيادية بتشكل السقف لك ولكل من حولك فكلما ارتقيت بقدراتك القيادية وسقفك القيادي كلما اعطيت المجال لمن حولك أيضا أنهم يتصرفوا وبمعنى البعض سقفه القيادي منخفض فتلاقيه بيكتم على أنفاس اللي معاه بيصطدمه معاه لكن لمن هو يرتقي بسقفه القيادي وقدراته القيادية بيعطيهم المجال أنهم هم يشرقوا فكل شيء بيشرق أو بيخبو بيرتفع أو بينخفض بيعلو بيزيد أو بيقل وينحدر بسبب القيادة خدها مني القيادة إنما هي المعيار الأهم في هذه المسألة فكل شيء إنه هو بيشرق وبيزداد سطوعا ولا معانا وبريقا أو إنه هو بيخبو وينطفئ بسبب القيادة فتحتاج قيادة جيدة لنفسك ولمن حولك وفر لنفسك القيادة شوف هل في من حولك في بيئة العمل قيادة جيدة تقدر تتعلم منها هل عندك شركاء ممكن يساعدوك على مسألة القيادة هذه فإنت هتحتاج قيادة لك إنت وأقول أخواننا المصرين اللي مالوش كبير يشتري له كبير يبغى لك أحد يكون بالنسبة لك يوفر هذه القيادة الجيدة دور عليه وأيضا إن توفر هذه البيئة القيادية لمن حولك والناس اللي معاك أعطيهم المجال إنهم هم يخوضوا المخاطر الممارسات الخمسة للقيادة النموذجية اللي هي تمثل كأنها التوصيف الوظيفي والجوب ديسكريبشن لأي قائد اللي يتكلم عنها جيم كوز زباري بوسنر في كتابهم The Leadership Challenge اللي يعتبر من أهم الكتب على مستوى العالم في مجال القيادة نحن عندنا الفرانشايز العالمي لتقديم هذا الكورس المعتمد من المؤلفين شخصيا وبندرب على هذه الممارسات الخمسة الالتزامات العشرة السلوكيات الثلاثين العملية باختبارات تطبيقية ونماذج عملية وتدريبات كيف أنك أنت ترتقي بسقفك القيادي وبقدراتك القيادية الممارسات الخمسة واحد من هذه الممارسات المهمة جدا التحدي هناك دائما طريقة أفضل القادة دائما بيتحد من حولهم للمخاطرة وعلى شقين فيسموه هنا الالتزامات عندنا التزامين لتحقيق هذه الممارسة الالتزام الأول تحدي الإبداع والابتكار والإتيام بجديد فتتحدى عقولهم أن تخاطر تخرج خارج المنطقة الارتياحة الفكرية التي عندها الالتزام الثاني تتحدى قلوبهم كشجاعة للمخاطرة إنهم يقدموا على خطواتهم خايفين منها هذا دور القيادة إنها تتحدى العقل للإبداع والابتكار والمخاطرة الفكرية وتتحدى القلب للجسارة للشجاعة للخروج خارج منطقة الارتياح لخوض المغامرات والمخاطرات الجديدة فإنت بتتحدى وبتشجع العقل والقلب إنها تخوض المخاطر هذه الأشياء المهمة اللي هي في صلب تعريف القائد اللي هو بيتحدى دائما العملية وبيقول لهم هناك دائما طريقة أفضل وإن طبقنا كل ما فاتوا وفرنا قيادة تساعدنا على خوض المزيد من المخاطر أبشر أخذها مني إنك أنت حتبدأ تدخل في الخطوة الرابعة الآن كلما كبرت المخاطرة احتجت المزيد من مساعدة الناس الآخرين المزيد من الناس اللي هما لازم يكونوا حواليك وجنبك لأنه لو أنت إنسان مقدام جسور بتخوض مخاطرات وبتعمل دائما تحديات وبتعلي الليفل وبتعلي البار وبتخرج خارج منطقة الارتياح احتمالية إنه نسمعك تصرخ في يوم من الأيام تقول الحقوني أغيثونا حتكون احتمالية عالية يا صاحبي لأنه أنت حتكون دائما إنسان عنده تحديات وعنده قبعات فحتلاقي دائما حتصرخ طلبا للنجدة وهذا واقع جزء من الحياة والناس بالناس والكل بالله أنت تحتاج أن يكون معاك ناس مناسبين وإنت بتستعد لخوض هذه المخاطرات أشخاص يعينوك يكونوا سند ويكونوا في ظهرك في ظهر بعض سند لبعض ونساعد بعض ونحن نخوض هذه المخاطرات ما حتقدر تخوضها لوحدك فتجي تسألني هنا وتعالى كده تقول لي أشخاص مناسبين لخوض التحديات يترى إيش صفاتهم هيركز معايا وأكتب هذه الصفات اللي بدي أقول لك عليها هذه الأشياء أحطها في البال هذول الناس اللي تحتاجهم معاك عشان تجمد قلبك وتدخل في المزيد والمزيد من المخاطر أول صفة أنهم يحبون التحدي ناس عندهم رغبة شخصية دافعية شخصية ناس تعشق التحدي يعني أنت لو بتشكل فريق رياضي فريق كرة قدم ابحث عن ناس تعشق التحدي والانتصار إذا ما لقيت دور على ناس تكره الهزيمة لكن لا ناس تحب الفوز والانتصار والتحدي ولا تكره الهزيمة ترى هتلبس في الحيط خذها مني هذه الصفة جدا مهمة يعشقون التحدي هذه مسألة مسألة ثانية يحب التحدي وعنده طموحات كبيرة طموحاتهم كبيرة جدا فما في أي شغف في الطموحات الصغيرة الرؤى الصغيرة ليس لديها القدرة على تحريك الدماء في عروق الرجال ما حد حيحركه شغف حلم صغير فلا يمكن العثور على الشغف في طموحات أحلام أهداف صغيرة في قبول حياة أقل من تلك التي تقدر على أن تحياها اللي أنت ممكنك أنت تعيشها أنك أنت تعيش نصف حياة مرة قرأت كذا يعني كذا قصة رجل وضحكتني هي ممكن تعتبرها أنه يعني فيها وجهة نظر الحكاية أنه بتقول ذات مرة كان هناك رجل لم يخاطر أبدا إنسان لاعبها دائما على هذه لم يحاول أبدا لم يضحك أبدا لم يبكي أبدا ثم في أحد الأيام عندما وفته المنية حرم من تأمينه شركة التأمين رفضت أنها تدفع قيمة بوليسة التأمين على الحياة لأهله فلما أهله بيستفسروا قالوا ليه قالوا ما دام لم يحيا حقا على الإطلاق إذن فلم يمت حقا على الإطلاق يعني هو ما عاش صح عشان نقدر نقول أنه هو مات صح لو مات صح ندفع التأمين بس هو ما عاش صح إذن ما مات صح والله الموضوع محزن هو صحيح أنها تعتبرها نكتة أو أنها كده زي الطرفة أو الدعابة لكن لو تجي تتأمل فيه هذا المضحك المبكي أنه في بعض الناس عايشين نصف حياة لهو عايش صح ولا بيموت صح فقبل لا تموت عيش عيش الحياة بملئها فإذا كنت تريد بعض الأشياء التي لم تمتلكها من قبل يجب أن تكون على استعداد القيام بأمور وفعل الأشياء لم تفعلها من قبل لنصل إلى حيث لم نصل أبدا يجب أن نفعل ما لم نفعله أبدا من صفات هؤلاء الأشخاص أيضا أنهم صرحاء مع أنفسهم صرحاء مع أنفسهم وهنا يعني أحب أنه أنا أصلط الضوء على فرق بين نوعين من القادة نوع يسموه المومنت ليدر قائد اللحظة والموفمنت ليدر قائد الحركة لأنه أصلا من سمات القائد قدرة على تحريك الناس نحو رؤية مشتركة نحو أهداف مشتركة فهو يحرك الناس He is mobilizing people moving people بيحرك الناس ففي بعض القادة اللي هم لحظيين تأثيرهم آني ولحظي ولا يدوم وفي بعض القادة قادة حركة بيحرك الناس فعليا نحو الرؤية نحو الحلم فمثلا تلاقي أنه يسأل قادة اللحظة كم سيستغرق الأمر في حين أنه يسأل قادة الحركة الموفمنت ليدر إلى أي مدى يمكنني الوصول لاحظ الآن فيما يتعلق بالزمن قائد اللحظة كم الوقت قائد الحركة بيقول إلى أي مدى يمكنني الوصول يعتقد قادة اللحظة أن الأشياء العظيمة يمكن أن تحدث بسهولة وبسرعة سلق بيض they want to microwave success إبا النجاح اللي هو بالمايكروويف سريع الطهي زي الإندومي كذا في حين يعتقد قادة الحركة أن كل شيء جدير بالمجهود الشاق والتعب قادة اللحظة يقودون بعاطفة ويسمحون لها بالسيطرة عليهم فممكن أنه مشاعر تخليه تخذ قرارات اندفاعية أو عاطفية هواوية حسب الهوى والمزاج في حين قادة الحركة يقودون بشخصيتهم ويسمحون لها بتقويتهم المسألة ما هي مسألة مشاعر مسألة قيم ومبادئ وشخصية قادة اللحظة أكبر في الخارج مما هم في الداخل زي ما يقولوا من بره الله 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 ومن قوة يعلم الله في حين قالت الحركة في الحقيقة الأمر هم أكبر في الداخل بكثير مما هم عليه في الخارج ومما يبدو للناس فهنا هذه مسألة حطها أيضا في بالك اختيار الأشخاص المناسبين وطبيعة الناس اللي بيكونوا حواليك مسألة مهمة للغاية في خوض المخاطر وقبل أن أنتقل للنقطة التالية حابب أذكر نفسي واذكرك أنه لو في أحد حيستغني عن معونة أحد كان الأنبياء الأولى ولكن الأنبياء الله سبحانه وتعالى يبعث لهم بالصحابة والحواريين بل أنه موسى عليه السلام كليم الله اشتبه مكانة علية ومنزلة رفيعة أكثر منك أنت تصل إلى مكانة وإلى مستوى أنك تكلم رب العزة والجلالة الله سبحانه وتعالى يعني هل وعيك وإدراكك للحظة كده لو استوقفت نفسك كده وتفكر أنك تخاطب الله سبحانه وتعالى ياه ياه إيش ده متخيل معايا أخي وأختي يعني الاستشعار بس استشعر الفكرة كليم الله موسى يكلم الله سبحانه وتعالى اشتبغى بعد كده من الدنيا ومع ذلك إيش بيقول لما يعني في القرآن حتى يعني نصا في القرآن رب شرح ليصدر وسل لأمري وحب الأخير سالي يفقى أخولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري فهو طلب شد الأزر بأخوه يشد به عضده ويشد في أزره وأشركه في أمري فما في أحد حيستغني فهو إذا كان أنت مقدم على تحديات وصعاب في هذه الحياة تحتاج إلى من يشد من أزرك تحتاج أنه يكون معاك ناس معينة في خوض هذه التحديات فهذا السؤال راجع نفسك فيه هل أحط نفسك بناس كفاية يشجعوك على خوض المزيد من التحديات وحيكونوا سند لك في ظهرك أو الناس اللي حواليك أول ما تصير فيه مشاكل أو تحديات حيخلعوا ويسيبوك فكر فيها عيد حساباتك في الناس اللي أنت محيط نفسك بهم فكرة أخيرة وهي رقم خمسة معنا في هذه الحلقة خوض المخاطر يتطلب شجاعة شخصية دائما قال أحد الكتاب عبارة ارتبط بهذه المسألة يقول فيها الحياة تتقلص أو تتوسع بما يتناسب مع شجاعة الشخص فإذا كنت ترغب في توسيع قدرتك وبالتالي حياتك فأنت بحاجة لأن تكون على استعداد لخوض مخاطر أكبر عليك أن تكون على استعداد للوقوف بمفردك تحتاج لجمع الشجاعة لفعل ما قد لا يفعله الآخرون ليس فقط من أجل القيام بشيء جريء ومحفوظ بالمخاطر بل ولأنك تستطيع رؤية المكافأة المحتملة كذلك ألم الرائع في الخوض الذكي للمخاطر هو أنه لا يوسع إمكانياتك وحسب بل ويلهم أيضا الآخرين الرغبة في الإنضمام إليك في مسعاك فالناس يتبعون الشجاعة فكر فيها الناس يتبعون الشجاعة أنت بتفتح الطريق لمن حولك فيحتاج الشجاعة الشخصية ولأن أعظم مخاوفنا ليس أننا ضعاف أعظم مخاوفنا أن نكون أقوياء بلا حدود إنه نورنا وليس ظلامنا هو أكثر ما يخيفنا كلنا ولدنا وقدر لنا أن نشرق وأن يضيء نورنا على العالم وهذا الأمر متاح لنا كلنا وليس حكرا على بعضنا ليس هناك أي حكمة من الإنكماش وإنك أنت تعيش حياة صغيرة وإنك أنت تحرم نفسك من الفرص العظيمة اللي ممكن تكون موجودة في مستقبلك ولعل في اللحظة اللي تتجاسر فيها تتجرأ فيها تستجمع قواك وشجاعتك وتقدم على ما تخاف وتسعى نحو أحلامك ورؤاك لعل بهذا المسعى وبهذه الطريقة تلهم من حولك من الخائفين على أن يحدو حذوك وأن يتمثلوا مثالك وأن تكون بنسبة لهم قدوة لأنه أنت سعيت نحو حلمك بكل جرأة وبكل جسارة وبكل مخاطرة فيبدأ همك خائفين يتشجعوا بسبب أنك أنت كنت قدوتهم وأنك أنت دفعتهم أيضا ليسعوا نحو أحلامهم هم أعظم مخاوفنا ليس أننا ضعاف أعظم مخاوفنا أن نصل لأقصى قدراتنا أن نكون فعلا أقوياء بلا حدود تعالوا على فقرة الأسئلة نختم حلقتنا دائما بثلاثة أسئلة مهمة لوضع أفكار الحلقة حيز التطبيق فأسئلة قدرة المخاطرة السؤال الأول مرتبط بالواقعية ما جودت قدرتك على مواجهة الواقع وجمع الحقائق وتقييم الفرص عندما تستعد لخوض المخاطر هل أنت إنسان قبل خوض المخاطر بتجمع المعلومات بالطريقة الصحيحة ويمكن ذكرنا بعض النقاط في الحلقة المعينة بالنسبة لك أنك أنت تقدر تجمع معلومات صح عشان تعرف تخاطر صح وإذا كان عندك إشكالية في هذه المسألة ما ممكن يساعدك على أنك أنت ترفع من هذه القدرة عندك وأنك أنت تحسب التكلفة والمخاطرة قبل الإقدام عليها بطريقة صحيحة السؤال الثاني عندما تستعد لخوض مخاطرة كبيرة ما مدى الاهتمام الذي توليه للعنصر البشري وذكرنا في الحلقة العناصر البشرية المرتبطة بالمخاطرة مسألة القيادة ومسألة تشكيل فريق هل عندما أقدم على مخاطرة بأسعى أنه أنا أجيب قيادات معايا توجهني وأنه أنا أمارس القيادة مع اللي معايا بشكل صحيح فبأوظف دور القيادة وكمان بأشكل فريق بحيث أنه يكون عندي عزوة وسند وظهر وناس أشد فيهم ظهري فعلا أشد بهم أزري فهذول المسألتين هذه القضيتين مرتبطة بالبشر في حياتك أثناء خوض المخاطرة فقل لي يا ترى كيف تقدر تحسن نفسك في هذا المجال مسألة القيادة ومسألة الفريق لخوض المزيد من المخاطر ثلاثة هل تعلمت الارتياح لكونك خارج منطقة ارتياحك بمعنى هل تعلمت كيف أنك أنت تشعر بالخوف وتقدم على أي حال على الرغم من خوفك أو بيعوقك خوفك وبيخليك محبوس في منطقة منطقة مرتاحة دايما صحيح حوالينا مخاطر ولكن حوالينا ولا علينا بأفضل دايما حابس نفسي في دائرة راحة إيش تقدر تسوي عشان تطور نفسك في هذا المجال وفي هذا الجانب أنك أنت تتعايش مع عدم راحتك مع عدم يقينك أنك أنت مش دايما كل الأمور بتكون مريحة بالنسبة لك هذه القدرة إذا نميتها حتخليك أنك أنت تنجز أشياء في فترة قصيرة غيرك ممكن كان ياخد فترة طويلة جدا عشان ينجز مثلها يمكن حتى أنت تتفاجأ من نفسك أنه أنت في خلال فترة بسيطة أنجزت أشياء يعني ممكن مثلا في سنة تنجز أشياء كانت تطلب منك ثلاثة أربعة سنوات لأنك كنت متردد خايف محبوس ولكن تحتاج إلى أنك تتحدى نفسك أكثر وتخرج خارج منطقة راحتك أكثر وصدقني الحياة ستأخذ منحة مختلف تماما ستبدأ تشعر بالزخم والدافعية لتخلي الانتصارات تتوالى والقدرة تتوالى أكثر وأكثر وتكبر أكثر وأكثر وتتوسع أكثر وأكثر خدرة المخاطرة اختيار إن اتخذت حياتك ستأخذ بعد مختلف وهذا سيأهلك وحيقودك إلى موضوع سنتكلم عنه في الحلقة التالية إن شاء الله الحلقة القادمة سنتكلم على اختيار آخر مرتبط بقدرة النمو اختيارك إنك أنت تشوف يا ترى إلى أي مدى يمكنك الوصول إليه قد إيش أنا ممكن أنمو أكبر أطور أتحسن إيش أبعد مدى ممكن أن أنا أصله قدرة النمو اختيار حنقدر إنه إحنا نمارسوا صح ونعيشوا صح إذا طبقنا مفاهيم حلقة اليوم فحتلاحظوا أن القدرات تنمية كل واحد منها بيأثر بشكل إيجابي على القدرات الأخرى فحتعمل مع بعض كفريق تعمل الزخم كل قدرة بتفعيلها بتسمع وبتأثر وبتلقي بضلالها الإيجابية على بقية القدرات وعلى الصعيد الآخر كل قدرة عندما تعطل عندما تهمش عندما نحجمها بتحجم أيضا من بقية قدراتنا وبقية إمكاناتنا فالحلقة القادمة هنتكلم على قدرة النمو مشتاقنا نشوفكم فيها حتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحيات سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رمان الله سلام موسيقى